موسيقى يريد أن يقرر دين الماء في الصيف يتصح معها في اليالي هذا المثال قالوا جدودنا من زمان وللأسف شديد نحن وقفنا له هذا المثال الآن فهذا الحالة الوبائية الخطيرة التي نجدازها بالسبب جائحة دين الكورونا صحيح أن الفيروس دين الكورونا خطير صحيح أن الفيروس دين الكورونا خربق المعطيات في عدد الدول ولكن الصحيح أيضا هو أن الحكومة المغربية تخفي المعطيات على الشعب المغربي لماذا؟ لأن المشكلة في المغرب لم يصلنا إلى الأسطاد الذي نقوله خطير ومقلق جدا جدا مثل ما تعيشه بعض الدول في أوروبا الغربية لماذا؟ لأن المشكلة في المغرب لم يكن كورونا كما قلنا هو أنه السبطارات مجهزين الأطيباء مجدناش الممرضين مكينين حيث مني كنا نرى الإحصائيات من الناس المساكلين الذين ماتوا بسبب كورونا الأعمار وبيدين لا طبيعة الحال ولكننا ماتوا بسبب كورونا لأنه ملقوا بلاسة في الإنعاش حيث يلاحظنا بعض الأسرة وعندنا بعض الأطيباء وبعض الممرضين في أقسم تخدير الإنعاش الذين يقابلوا 33 مليون من هذه المغربة في الوقت المنظمة الصحة العالمية كنت تقول لك بأنه كل دولة خاصة يكون فيها لحد الأدنى لحد الأدنى سبعات الأطيباء ذين تخدير الإنعاش لكل مئة ألف نسامة المغرب يلاحظنا بالكاد يصلوا إلى 1.5 طبيب ذين العاش والتخدير لكل مئة ألف نسامة أي في المجموع يلاحظنا تقريبا واحد تستميل للأطيباء ما بين القطع العام والقطع الخاص و60% من هذه الأطيباء متمركزين في المحور اليوطي يعني ما بين قنيطرق وما بين جديدة وباقي التورب الوطني لهم الله سبحانه وتعالى والممرضين الذين يشتغلون في أقسام تخدير الإنعاش يلا الله عدنا بالكاد ألف ومئتين الممرضين والممرضات والتقنيين العاملين في أقسام تخدير الإنعاش في الوقت المغرب خاصة تكون في حساب المنظمة الصحة العالمية حوالي 12 ألف الممرضين في هذه الأقسام واش حال عدنا دي الأسرة يلا الله عدنا ألف سرير لستو ثلاثين مليون الناس سامع فالوقت اللي خصت تكون عدنا ستلاف سرير دي الأسرة دي الإنعاش لمواجهة هات الحالات مثل هاتش اللي كنعيشه الآن دي الوباء كورونا صحيح دل واحد المجهود الاستثنائي من مارس الآن بفضل ذلك المساعدات والمساهمات والتبرعات دي المحسنين في الصندوق دي الكوفيد واشرينا تقريبا واحد ألف سرير واشرينا أجهزة التنفوس واشرينا بعض المعدات التي يحتاجها الأطباء في أقسام التخذير والإنعاش ولكن ربحنا شريطي طيارة بلاب بيلوت شكل يقابل لها ذلك الأسرة شكل يقابل لها ذلك الأقسام دي التخذير اللي جهزتها في المستشفيات الميدانية والمستشفيات اللي يدرنها في واحد العدد دي بالخيام في واحد العدد دي المدن حيث ما عندك الأطباء وما عندك الممرضين إذا ربحنا تكبل ما في الرملة إذا ما الذي يقع؟ هذه العدد القليل دي الأطباء اللي عندنا دي الإنعاش والتخذير هذه العدد القليل دي الممرضين اللي عندنا اضغطنا عليهم باش يخدموا أكثر من المجهود ديالهم وهنا الإنسان ممكن يعني يطلب منه واحد المجهود استثنائي لأسبوع لشهر لشهرين ولكن باش طلب من واحد إنسان مجهود استثنائي لمدة سنة أو ما يزيد راه الإنسان لا يلام فوق طاقتك لا تلام رد دوام هذا الخطر في الأمر هو أن يعني هادي الأطباء اللي قلال وهادي الممرضين اللي قلال في الأقسام ديال التخذير والإنعاش راه كنا واحد الموجه جي بشي موجه ديال الوباء كنا واحد الموجه ديالتقاع وجيه في 2004 24 عفوا اللي غديم شيفة واحد عدد كبير ديال الأطباء ديال الممرضين والأفضع هو أنه المغرب يعني من 2000 وشوش باش ما نقولوش بأنه من استقلال دابغ ونحاكموا الحكومات التي سعقبت على تدبير شؤون الدولة نأخذوا هنا الحكومات التي سعقبت على المغرب منذ ألفين وجوج إلى الآن يعني أقصد الحكومة دي الجطوب أقصد الحكومة دي العباس الفاسي وأقصد الحكومة دي البنكيران والحكومة الحالية دي العثماني هذا كلهم بقل في الحياة خاصة هذا ربعة رؤساء الحكومة والوزير الأول نجل نحطهم أمام الشعب المغربي ونسألهم على الجرائم للتكبؤ في حق الشعب المغربي ونسألهم على السياسة الفاشلة وصم وصد الأدان على الأصوات الشريفة التي كانت تنادي لمدة 15 أو 20 سنة وكوكا يا بظلام يجب توفير الأطيباء يجب توفير الممرضين يجب تجهيز المستشفيات ولكن الحكومة كانت تصدق الودنين تيلها وما كانت تكديها في هذه الأصوات الآن وصلنا إلى المسجي ولم يجب توفير الأطيباء ولم يجب توفير الممرضين ولم يجب توفير السبيطارات بل الأفضح من هذا هو أنه الميزانية الجهيز التي قامت بها في وزارة الصحة يعني أبن كتوصر ربعات المليار من الدرهم هذا في حالة كورونا يجب توفير المليار من الدرهم سوف نعطي واحدة مقارنة دامية ومفجعة يعني في الولاية بن كيران وفي الولاية العثماني أي هذا الرئيز الذي كنا نعطيه للمنتخبيين رؤوس الجماعة والجibilات والجئة والمجال الإقليمي والمستشارين ولكن antenna ونسب biological سائل فقبل كورونا أو قبل ما هو ابن كيران نعطيه 3 مليار الأسوات القتل بالساطة الدورو الأفضح من الأصل وذين ال� לכن لا نعرف الهدف الآخر ولكن للتلليل rejoin يعني في ولايئتين تشريعيهتين decid وصلنا إلى 3 مليار الأسوات تخيلوا معي شخص المنتخبين في المجالس البلدية و في المجالس الغرفتين يأخذوا 36 مليون مغربي في قطاع السحر الذي يوسط المليار للدرهم إذن الخطار رمشي هو كورونا الخطار يقرروا في الشأن العام المغرب في الحكومة و في البرنامان يوجه السياسة العمومية نحو ما يصلح و ما يفيد المغاربة خاصة و أن كل الدراسات تثبيت بأن القادم أسوأ بشيء لكورونا أو جوائح أخرى لجياف طريق وبالتالي لما كان لديك القدرة والاستعداد لمواجهتها ستحكم على البلد بالشلال و بالإعدام والدليل على ما أقول هو أنه في هذا الحجر الشامل الذي طبقناه في مارس و أبريل و ماي مؤخرا يعني ضعنا كمغاربة ضعنا في ربعات النقاط للبين بي للضياع للنمو و كنا عرفوا بأن كل نقطة في البين بي تتخلق لنا تقريبا ما بين 38 إلى 40 ألف منصيب شغل أي ضعنا في حوالي 160 ألف منصيب شغل كان الاقتصاد المغربي سواء القطاع العام الخاص قادرا على خلق البيئ الملائمة لكي يلقوا بعض المنصيب شغل يمكن أن تدرق على الشمش و تدرق على البطالة و على التشرد نوصل لموأنا نضعناها في 160 ألف منصيب شغل بل أن بسبب هذا الحجر الشامل خسرنا تقريبا 580 ألف منصيب شغل حسب التقرير المندوبية السامية للتخطيط إذن إذا زدنا هذه 560 أو 600 ألف على 160 ألف منصيب شغل كان طيحوا 1.800 ألف منصيب شغل لتزيد الشريع بالتشرد و قد تغدغد نقوله حقا لدينا الإجرام لدينا الإعتداءات في الشوارع لا لا يوجد إعتداءات في الشوارع ولكن الإجرام الإجرام أكبر هو المسؤول الذي في الحكومة في البرنامين لا يأخذ هذه الاحتياطات التي قلنا و لا يوجد سياسات العمومية و وفق الحاجات التي تحددها منظمة الصيحة العالمية و نقطة أخيرة لكي نختم هذه الكابسولة هو أن قطع الصيحة يمشي مع قطاع رديف له وهو التعليم العالي كما قلنا قبلنا لا يجب سرطيارة و ماذا سأريد تشري طيارات ولكن و لا يجب سير طيارات و بنيت الكلية و بنيت السبطرات و المضر انجتي أطيبة و لم يجب سيرها لقد قلنا الناساتي دائم و هل هي أضافة من العزماني؟ أولو من قبل 2011 كانت تجربة 400 أستاذ في كوريا الطبي لأنها تتزاد الأمراض وتتزاد الأوبئة وتتزاد الجوائح أساتي دائم أولو 100 أستاذ جامعي إذن كيف سنكون هذه الأطباء؟ كيف سنكون هذه الممرضين إذا لم يكن لديها الهيئة التربوية والهيئة السريرية والهيئة التمريضية التي ستشرف على هذه التكون؟ هذه هي الأسئلة الخاصة لحكومة وخاصة لبرنامان يجعب عليها